السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اهدت الرياضية كيليا نمور الجزائر ميدالية ذهبية تاريخية هي الاولى من نوعها في رياضة الجنباز وذلك في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات حيث نالت علامة كبيرة وجيدة وهي 15.433 وبدرجة صعوبة 7.0 كيليا نمور وهي جزائرية مغتربة من ابن جزائري وام فرنسية سيطرت على هذه المنافسة الجارية في كأس العالم لرياضة الجنباز جولة ألمانيا وكما قلنا سبق لها من قبل ايضا في جولة بلجيكا في الموسم الماضي ان احتلت الميدالية الفضية كيليا نمور والتي ستكون من بين الاسماء المعول عليها في اولمبياد باريز القادم تحولت الى صفوف المنتخب الجزائري بعد خلافات وقعت بين وليدتها والاتحاد الفرسي واصبحت بشكل رسمي تشارك تحت لواء عالم الجزائر وكيليا نمور هي ايضا غدا على موعد مع نهائيين اخرين الاول على العارضة التوازي وايضا هناك نهائي في الحركات الارضية مبروك مجددا لهذه الشباب المتعلقة ومزيد من التألقات وايضا ربما تتمكن من تسجيل ميدالية او ميداليتين في الالعاب الاولمبيا في صيف باريز الفين واربع وعشرين شكرا لكم على المتابعة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته